يعمل بديع لتدارك توقف نشاطه في وكالة الأسفار هذه لأكثر من شهرين متفائلا بقرارات الحكومة بفتح الحدود البرية والبحرية والجوية لاستقبال السياح في نهاية شهر يونيو الجاري رغم التحديات الإجرائية للسفر التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المرشيات موجودة الناس مستعدة أننا نستنعوا دولهم بيش تحل الحدود ومستعدين يأتيوا مرشيات أوروبية، روس، صين، خليج، الجزائر جاهزين الحكومة التونسية أعلنت إجراءات إضافية لتأمين استقبال السياح من جهة وضمان تنفيذ التدابير الصحية للوقاية من كورونا في المطارات والموانئ والفنادق من جهة أخرى توفر السياحة أكثر من أربعمائة ألف وظيفة في البلاد وينتظر مهني القطاع أن تكون تونس أولى الوجهات السياحية بعد أزمة كورونا بالنسبة لي نحن ما تماش حل آخر بها الناس معناها كنتشو فيها، معنا يزم الخدمة موجودة ويزم واحدة للعجلة يزمها الدور كيما أقولوا وإن شاء الله ما تم بكال الخير فاندي نحن حاضرين وكل شيء مريقل توا ونستنعوا في السياحة وتوريس ونستنعوا في كل شيء وربي حرك سبابها ونحن ما نفرحه يجي توريس وكذا نفرحه وقعدوا يجي مدة لذا شوروا كنزين استثمار نجاح الحكومة التونسية في سيطرة على الوباء يفرض وفق مختصين تحديات مالية وإجرائية كبيرة لإنعاش أعمال وكالات الأسفار والفنادق السياحة، هذا المحرك الأساسي للنمو كما ذكرنا في تونس يتطلب دعما كثيرا ويتطلب تمويلة مانية ربما أن الظرف الاقتصادي لتونس يعتبر دقيقا ولكنه يستوجب الوقوف ويستوجب دعم وضخ أموال كبيرة في هذا القطع الحيوي تستعد تونس لاستقبال سياحي بينما لا تزال أخطار الوباء قائمة ومرهونة بمدى قدرة الناشطين في السياحة على الالتزام بقواعد الحجر الصحي للوقاية من عضو الوباء رغم تفاؤل أغلب العاملين في قطاع السياحة بإمكان تدارك هذا الموسم إلا أن نجاح الحكومة في جعل تونس وجهة سياحية بعد أزمة كورونا يبقى حسب خبراء رهينة موازناتها المالية في المرحلة المقبلة جال الموانع الحرة تونس